السلام عليكم أعزائي الطلاب وطالبات الصفة الخامس الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب لغتي وشرح الظاهرة الإملائية الهمزة المتوسطة على الألف الفصل الدراسي الأول لو في هذا الفصل أو في هذا الدرس سوف نتعرف على الهمزة المتوسطة على الألف وسبب كتابتها على الألف ورسم الهمزة المتوسطة على ألف رسما صحيحا لدينا الكأس هذه الجملة الكأس ملأ بالماء العذب نلاحظ أن الكلمتين الملونتين احتوتا على همزة كلمة الكأس تحتوي على همزة وكلمة ملأة تحتوي على الهمزة وهذه الهمزة وقعت في وسط الكلمة كما نلاحظ ورسمت على الألف إذن نتدق عليها الهمزة المتوسطة على الألف أقرأ أقرأ الأمثال الآتية ثم أستخرج الكلمة التي احتوت على همزة متوسطة على الألف أدخلت السلحفاء رأسها داخل درعها نريد أن نستخرج الكلمة التي تحتوت على همزة متوسطة أي في وسط الكلمة وتكون الهمزة على الألف فلدينا كلمة رأسها كلمة رأسها هنا احتوت على همزة متوسطة على الألف وضع الأب السلحفاه قرب المدفأة لدينا هنا كلمة المدفأة احتوت على همزة متوسطة على الألف كان كلا الولدين يفكر بحيلة ليأخذ التفاحة لنفسه لدينا كلمة ليأخذ وقعت الهمزة متوسطة على الألف أيضا مر الرجل وسأل الولدين عن سبب نزاعهما نجد كلمة سألة احتوت على همزة متوسطة على الألف رفع الإسلام مكانة المرأة نجد كلمة المرأة احتوت على همزة متوسطة على الألف يرأف الأبناء بوالديهم أو بوالديهم لدينا كلمة يرأف احتوت على همزة متوسطة على الألف إذن سميت الهمزة متوسطة على الألف لأنها تكتب على الألف وتقوم في وسط الكلمة ألاحظ الاكتساب مهارة رسم الهمزة المتوسطة رسما صحيحا أتبع الخطوات الآتين أحدد حركة الهمزة وحركة الحرف قبلها إذن هذه القاعدة التي سوف من خلالها نتعرف متى تكتب الهمزة المتوسطة على الألف أولا أحدد حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ثم بعد ذلك الخطوة الثانية أحدد أقوى الحركتين بعد ذلك الخطوة الثالثة أحدد الحرف الذي يناسب أقوى الحركتين وأرسم الهمزة عليه وأقوى الحركات أقوى حركة هي الكسرة ثم تليها الضمة ثم تليها الفتحة ثم السكون وهو سلب الحركة أي عكس الحركة الكسرة وتناسبها الياء الضمة حركة الضمة تناسبها الواو والفتحة تناسبها الألف ميزان أقوى الحركتين في رسم الهمزة المتوسطة على الألف الهمزة إما عليها فتحة أو سكون الحرف الذي قبل الهمزة إما مفتوح عليه فتحة أو إما ساكن فإذا كانت حركة الهمزة الفتحة وما قبلها مفتوح تكتب الهمزة على الألف وإذا كانت حركة الهمزة الفتحة وما قبلها ساكن تكتب الهمزة على الألف وإذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح الحرف الذي قبلها مفتوح تكتب الهمزة على الألف تعالوا نرى معا ذلك أملأ الجدول الآتي وفق القاعدة العامة لكتابة الهمزة الكلمة وحركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها وأقوى الحركتين والحرف المناسب لها لدينا كلمة رأسها حركة الهمزة رأ السكون وحركة الحرف الذي قبلها رأ الفتحة أقوى الحركتين الفتحة أقوى من السكون فنكتب هنا الفتحة الحرف المناسب للهمزة هو حرف الألف كتبة الهمزة على الألف لدينا بعد ذلك كلمة المدفأة حركة الهمزة في كلمة المدفأة حركتها الفتحة عند النطق أقول المدفأة فإذا حركة الهمزة هنا هي الفتحة وحركة الحرف الذي قبلها وهو حرف الفا الفتحة أقوى الحركتين هنا الحركتين متماثلتين حركة الهمزة والحرف الذي قبلها هما الاثنين متماثلتين الفتحة الحرف المناسب لها هو الألف لأن الألف تناسبه الفتحة ليأخذ حركة الهمزة ليأ السكون والحرف الذي قبلها حركته الفتحة وأقوى الحركتين الفتحة أقوى من السكون كما قلنا فإذا الحرف المناسب للهمزة هو حرف الألف سألا حركة الهمزة هنا سألا الهمزة مفتوحة إذن حركتها هي الفتحة وحركة الحرف الذي قبلها السين حركته أيضا الفتحة أقوى الحركتين هنا الحركتين متماثلتان أي متشابهتان الحرف المناسب للفتحة هو حرف الألف لدينا كلمة المرأة 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 هنا حركة الهمزة الفتحة وحركة الحرف الذي قبلها حرف الراء حركته السكون المر وقفت على الراء فإذن حركته السكون أقوى الحركتين الفتحة أقوى من السكون فنكتب الفتحة أقوى الحركتين هي الفتحة الحرف المناسب للفتحة هو حرف الألف أو المناسب للهمزة ير أف كلمة ير أف ير آ فو حركة الهمزة هنا هي الفتحة والحرف الذي قبلها حرف را ير حركته السكون وهو سلب الحركة أقوى الحركتين الفتحة أقوى من السكون إذن الحرف المناسب للهمزة هنا هو حرف الألف تكتب الهمزة على الألف أستنتج من ذلك متى تكتب الهمزة المتوسطة على الألف تكتب الهمزة المتوسطة على الألف إذا كانت الفتحة أقوى أي في المواضع الآتية إذا كانت الهمزة مفتوحة والحرف الذي قبلها مفتوح أي الحركتين المتماثلتين فتحة وفتحة تكتب الهمزة على الألف إذا كانت الهمزة ساكنة والحرف الذي قبلها مفتوح فتكتب الهمزة على الألف لأن أقوى الحركتين الفتحة إذا كانت الهمزة مفتوحة وحرف الذي قبلها ساكن مثل كلمة يرأف والمرأة فأقوى الحركتين الفتحة فتكتب الهمزة على الألف أطبق ما تعلمت أكمل كما في النموذج في كل مما يأتي فاجأة فاجأت مفاجأة تعالوا نكمل كما المثال كافأة هنا الهمزة متطرفة نجعلها متوسطة فنقول كافأة أصبحت الهمزة هنا متوسطة كافأة هكذا كافأة ونحولها إلى اسم مكافأة هكذا هنا كتبت الهمزة على الألف لماذا؟ نلاحظ كلمة كافأة الفا الحركة الفا الحرف الذي قبل الهمزة هنا مفتوح كافأة والألف مفتوحة فإذا هنا الحركتين هما الفتحة فتكتب الهمزة على الألف لدينا كلمة بدأة فتصبح بدأت هكذا أصبحت الهمزة متوسطة بادأت وحركة الهمزة الفتحة وما قبلها أيضا مفتوح فكتبت الهمزة على الألف نحولها إلى الاسم فنقول مبادأة مبادأة الهمزة هنا أيضا متوسطة ومبادأة الحركة الهمزة الفتحة وما قبلها أيضا مفتوح فإذا الحركتين متماثلتين هما الفتحة فتكتب الهمزة على هنا أوى يأوي مأوى لدينا هنا الفعل أمنا فنحوله إلى فعل مضارع فنقول يأمن ونحوله بعد ذلك إلى الاسم فتصبح مأمن ولاحظ هنا الهمزة يأ الهمزة هنا ساكنة متوسطة على الألف ساكنة وما قبلها مفتوح هو حرف الياء فأقوى الحركتين هو الفتحة فكتبت الهمزة على الألف كذلك كلمة مأمن حركة الهمزة هنا ساكنة وما قبلها مفتوح فأقوى الحركتين الفتحة فتكتب الهمزة على الألف أخذ نحولها إلى فعل مضارع فتصبح يأ خذ الهمزة هنا على الألف يأ الألف هنا ساكنة الهمزة ساكنة وما قبلها حرف الياء مفتوح حرف الياء هنا مفتوح فأقوى الحركتين الفتحة فتكتب الهمزة على الألف نحولها إلى اسم فتصبح مأخذ مأخذ وتكتب أيضا الهمزة على الألف مأخذ لأن الهمزة ساكنة والحرف الذي قبلها حركته الفتحة فأقوى الحركتين هي الفتحة فتكتب الهمزة على الألف جيم ألف تألف تأليف أدب نحوله إلى فعل هذا أدب فعل مضارع تأدب أو تأدب ونحوله إلى اسم تأديب نلاحظ هنا أن الهمزة تأساكنة وما قبلها مفتوح وهو التأ فأقوى الحركتين الفتحة فتكتب الهمزة على الألف أيضا كلمة تأديب نفس الكلام الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح فتكتب الهمزة على الألف لأنه أقوى الحركتين للفتحة أصلة نحوله إلى فعل تأصلة ثم إلى اسم تأصيل أيضا هنا تأصلة تأصلة وكلمة تأصيل هنا الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح فأقوى الحركتين للفتحة فكتبت الهمزة على الألف الكلمة ضدها متضمنة همزة متوسطة يعطي يأخذ ينهى نريد أن نأتي بضدها عكس كلمة ينهى ولكن لابد أن يحتوي الضد على همزة متوسطة فينهى مضادها يأمر احتوت على همزة متوسطة على الآلف لماذا كتبنا الهمزة هنا في يأمر على الآلف؟ يأ لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح فأقوى الحركتين الفتحة فكتبت الهمزة على الآلف انتهت نريد هنا ضد انتهت ولكن لابد أن يحتوي على همزة متوسطة فنقول بدأت بدأت انتهت بدأت احتوت أيضا على همزة متوسطة على الآلف تقدم نأتي بالضد مضادها يحتوي على همزة متوسطة تأخرا إثمان بالتعاون مع أفراد مجموعتي أصل حروف هذه الكلمات على غرار المثال الأول وفق ما تعلمت من القواعد الإملائية هنا لدينا كلمة الحروف لدينا الياء والهمزة والتاء والوا والنون قبل أن نأتي نشبك أو نصل الحروف ببعضها لنكون كلمة ننظر إلى الحركة الهمزة وما قبلها هنا في هذه الكلمة حركة الهمزة السكون وما قبلها مفتوح إذن الفتحة أقوى من السكون إذن تكتب الهمزة على الألف فعندما نكتبها نكتب مأ وهكذا نكتبه على الهمزة هنا نلاحظ حركة الهمزة الفتحة وما قبلها ساكن فأقوى الحركتين هي الفتحة فتكتب الهمزة على الألف فتكتب طم أنا طم أنا هكذا هنا الكلمة الثالثة ألاحظ حركة الهمزة الفتحة وما قبلها مفتوح إذن الحركتين متماثلتين إذن تكتب الهمزة على الألف لأن الحركتين فتحة متماثلتين فيقول يتأثر هنا لدينا الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن فأقوى الحركتين هو الفتحة فإذن تكتب الهمزة على الألف أو الحرف الذي يناسب الهمزة هنا هو حرف الألف فتكتب كلمة فجأة هنا لدينا الهمزة مفتوحة عليها فتحة حركتها الفتحة وحركة الحرف الذي قبلها السكون فأقوى الحركتين الفتحة أقوى من السكون فإذن الذي يناسب الفتحة هو الألف فهذه تكتب نشأة هكذا ثلاثة أكتب الكلمات التي أسمعها في الفراغات الآتية لجأت في يوم اشتد حره إلى البحر لأستنشق الهواء فرأيت لذا نكتب كلمة تحتوي على همزة متوسطة فرأيت السفن والمراكب وهي تسير بهدوء وتأني بهدوء وهدوء وتأني بعيدا وجلست أتأمل 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 قدرة الله في الكون وتذكرت ما في البحار من نعم لا تعد ولا تحصى فحمدت الله جل شأنه على ما هيأه لعباده من النعم هيأه لعباده من النعم وعدت وقد امتلأت نفسي خشية وجلال وبهجة وسرور كلمة امتلأت 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 تحتوي على همزة متوسطة على الألف أربعة أكتب ما يملأ علي وأنتبه إلى كتابة الهمزات المتوسطة على الألف والهمزات المتوسطة على الألف كما أخذنا في المثال في الأمثلة السابقة كلمة رأس وكلمة المدفأة كلمة سألة كلمة المرأة يرأف وتأخر ومكافأة وتأدب هذه كلها كلمة تحتوي على همزات متوسطة على الألف أتعلم وأتسلى بالتعاون مع أفراد مجموعاتي أحول الفعل الماضي إلى مضارع وأضعه في جملة مفيدة وأن نسابق المجموعات الأخرى الفعل الماضي زأر زأر وهذا متعلق بالأسد صوت الأسد زئير فزأر الفعل المضارع منه يزأر نضعه في جملة فنقول يزأر الأسد كل صباح أكل نحوله إلى فعل مضارع فيصبح يأكل همزته متوسطة على الألف ونقول الولد يأكل الأردس أخذ نحوله إلى فعل مضارع فيصبح يأخذ نلاحظ الهمزة المتوسطة على الألف ونأتي بجملة فنقول يأخذ التلميذ كتابه نأى أي ابتعد نأتي بالفعل المضارع منها ينأ ينأ بالألف اللينة ونأتي بجملة فنقول المؤمن ينأ بنفسه عن الفتن المؤمن ينأ بنفسه عن الفتن الواجب المنزلي أستخرج الكلمة التي تحوي همزة متوسطة على ألف وأعلل رسمها بهذا الشكل سأل المؤمن ربه التوفيق الكلمة التي تحتوي على همزة متوسطة وخزناها سابقا هي كلمة سأل وسبب رسمها على الألف لأن الهمزة حركتها الفتحة وما قبلها مفتوح فإذا أقوى الحركتين هي الفتحة فتكتب الهمزة على آلف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن الكلمة التي تحتوي على همزة متوسطة على الآلف هي كلمة الفأل ولماذا كتبت على الآلف لأن هنا الفأل الهمزة ساكنة وحركة ما قبلها الفتحة إذن لأن حركتها السكون حركة الهمزة السكون وما قبلها مفتوح رأس المدير اجتماع مجلس الآباء الكلمة التي تحتوي على همزة هنا متوسطة هي كلمة رأسة وهنا سبب كتابة الهمزة على الألف لأن حركة الهمزة الفتحة وما قبلها مفتوح المسلم مأمور بآداء الصلاة هنا لدينا كلمة مأمور احتوت على همزة متوسطة على الألف مأمور ولماذا سبب رسمها على الألف لأن حركة الهمزة السكون وما قبلها مفتوح فالفتحة أقوى من السكون فتكتب الهمزة على الألف اثنان أصل بين حروف الكلمات الآتية لأكون كلمة صحيحة الرسم لدينا هنا دال والهمزة والباء لاحظ الهمزة مفتوحة والحرف الذي قبلها مفتوح إذن الحركتين متماسلتين الفتحة والذي يناسب الفتحة كما قلنا هي الألف فتكتب هكذا دأبا هنا حركة الهمزة السكون وما قبلها مفتوح فإذن أقوى الحركتين الفتحة فتكتب الهمزة على الألف فتصبح الكلمة يأسو هنا الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح إذن الحركتين متماثلتين إذن الحرف الذي تناسبه الهمزة هو الألف فتكتب الكلمة مكافأة هكذا هنا الهمزة سكنة وما قبلها مفتوح إذن أقوى الحركتين الفتحة فتكتب الهمزة على الألف فتكتب الكلمة مأرب ثلاثة أجمع أكبر عدد من الكلمات التي تحتوي على همزة متوسطة على الألف وأكتبها فيما يأتي ولدينا كلمات كثيرة يمكن أن نذكر منها يأكل ينأ مكافأة يتأكد يتألم مسألة رأس فأر يتأنى يأوي يتأمل يتأثر يتأخر شأن ضأن يتأرجح يأمن وهناك كلمات كثيرة تحتوي على همزة متوسطة إذا قمنا بالبحث سنجد كلمات كثيرة هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الدرس درس الهمزة المتوسطة على الألف ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع الوظيفة النحوية رفع المبتدأ والخبر بالعلامات الفرعية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب تنتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته